السلام عليكم اخواني اخواتي صف السادس الاعدادي شفت هواي من الطلاب يعانون من فهم احكام النون الساكنة بالاسلامية احكام التجويد فحبيت اشارككم المعلومات اللي اعرفها واللي درستها وافتهمتها واللي انا دارتها يعني قبل السادس النون الساكنة هي حرف نون خالي من الحركات علامته السكون يعني هاي الدائرة او رأس الحاء يعني وانما تلقى نون عليها السكون او رأس الحاء تنطبق عليها احكام النون الساكنة يعني مو تجي تجيب لي نون بها فتحة او نون بها ضمة او نون بها كسرة وتجي تطبق عليها الاظهار او الاغلاب الاضغام الاخفاء لا لازم فقط النون الساكنة لانه هي من اسمها احكام النون الساكنة اما التنوين فهو اي حروف من الحروف عليه هذه العلامات تنوين الفتح تنوين الكسر تنوين الضم أي حرف من الحروف تلقي عليها تنوين فتح تنوين كسر تنوين الضم تنطبق عليها أحكام النون الساكنة والتنوين تقسم أحكام النون الساكنة والتنوين إلى أربعة أقسام الإظهار الإقلاب الإدغام الإخفاء رح نأخذ أول حكم اللي هو حكم الإظهار يقول إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف همز وها حاء وخاء عين وغين جمعوها العلماء بجملة أخي هكي علما حازه غير خاسر أخي بدايتها حرف الهمزة وهكي حرف الها علما حرف العين حازه حرف الحا غير حرف الخا خاصر حرف الخا أخي هكي علما حازه غير خاسر أو تقدر تحفظن همزة وهاحاء وخاء عين وغين إذا إجدت النون الساكنة أو التنوين وإجى بعدها أحد هذه الحروف فحكمها إظهار قبل تكتب إظهار زيان خلينا نشوف الأمثلة مع النون الساكنة مثل كلمة ين أون شوفان هنا من قلت ين أون ظهرت حرف النون وظهرت الهمزة لا خفية ولا دغمت ولا قلبت زيان مثل كلمة منهم منهم أو كلمة من عمله شوف ما قلت مع عمله مثلا مع عمله يعني مثلا يصير إخفاء أو إقلاب لا قلت من عمله إظهار زيان وانحر هنا أنا أيضا صار عدة إظهار وانحر هذه مع النون الساكنة أما مع التنوين فأقول عذاب أليم جرف نهار غفور الرحيم شوف هنا أنا إجتني تنوين الضام مع الهمزة تنوين الكسر مع الها تنوين الضام مع الحا فقبل أكتب أظهار زيان راح أجي بالامتحان راح يجيين السؤال عين حكم النون الساكنة والتنوين مع السبب راح أسوي جدول وهذا الجدول به ثلاث صفوف الصف الأول أخلي النون الساكنة والتنوين الصف الثاني حكمها والصف الثالث السبب النون الساكنة والتنوين مثلا إذا إجتني بكلمة واحدة لأنه عد الإظهار يجي بكلمة أو بكلمتين فإذا أجيان بكلمة واحدة أنزلها هاي الكلمة كلها بعدين أكتب للحكم إظهار في كلمة أو إظهار في كلمتين السبب بصغط السبب ثابته لأنه تلاث تنوين أو النون الساكنة حرف وأذكر الحرف واحد من ذن الحروف وهو أحد حروف الإظهار هذا السبب ثابت على كل الأحكام وقلت لك هو يجي له بكلمة أو بكلمتين إذا يجي بكلمتين أنزلهم من الكلمتين الكلمتين نهاية الكلمة الأولى تنوين أو نون ساكنة وبداية الكلمة الثانية أحد حروف الإظهار خلينا أخذ مثال بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا من عندي أنفسهم يقول هاي هنا عندي كلمة من أهل من أهل الكتاب خلي أعرض لكم المنزمة عدي هنا أنا كلمة من أهل من أهل سويت هاي نون ساكنة وهاي همزة أخلي عليها خاط إذن هذا إظهار أجيب أن أزلها من أهل شنو الحكم؟ إظهار في كلمتين زين شنو السبب؟ لأنه جاء بعد النون الساكنة أحد حروف الإظهار وهو الهمزة تمام؟ زين خلي أدور بعد وين أدي إظهار؟ كفارًا حسدًا كفارًا هذا تنوين وهذا هنا أنا شنو؟ حرف الحا أجيب هنا اثنين هن كفارًا حسدًا شنو سأل للحكم إظهار؟ شنو السبب لأن جاء بعد التنوين أحد حروف الإظهار؟ الحا هذا الإظهار خلصنا منه الإقلاب يقول إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء فقط حرف الباء يكون حكمها إقلاب وتلفظ ميم أي تقلب الباء إلى ميم زين وهذا أيضًا يجب كلمة واحدة أو كلمتين وخلي أريحكم كل الأحكام تجب كلمة أو كلمتين فقط الإدغام يجب كلمتين فقط ما يجب كلمة واحدة زين الإقلاب قلنا يجب كلمة واحدة أو كلمتين خلي نشوف مع النون الساكنة يقول كلمة ينبت هس ينبت نحن كنا نعرف أنه نلفظها ينبت ليش؟ لأنه إجتني نون ويلباء والنون والباء تقلب النون والباء تقلب شصير؟ صير ميم فنقول ينبت وهذا يجب غنة والغنة هي صوت يخرج من الأنف وهي صفة للميم والنون أثناء هناك قلت ينبت زين هناك ما جاء أقول من بعد لا أقول من بعد من بعد صار عدة إقلاب زين مع التنوين يقول سميعا بصيرا سميعا بصيرا جاء شوفون شون جاء الفضل ميم سميعا بصيرا وهنا أنا شا أقول رأوفم بالمؤمنين رأوفم بالمؤمنين شا سوي إذا إجعني السؤال حكم النون الساكنة أو التنوين أدور وإن ما كنون ساكنة أو تنوين ويا هبا هذا إقلاب إذا كان بكلمة واحدة أنزل الكلمة الواحدة إذا كان بكلمتين أنزل الكلمتين زين خلينا شوف وين عندنا حكم إقلاب بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور زين هنانا ليش ما قلت عليم بذات الصدور لأنه هنانا إجتني باء وقبل الباء شنو إجاني قبل الباء إجاني تنوين إذا تنوين وين الباء إقلاب هذا إجاب كلمتين أجيبها أنزلها عليم بذات شنو الحكم إقلاب لأن جاء بعد التنوين أحد حروف الإقلاب الباء انتهى إذن وين ما ألقى نون ساكنة وين ما ألقى تنوين بعدها باء إقلاب وين ما ألقى نون ساكنة وين ما ألقى تنوين وبعدها همزة وهاحة وخاعين وغين إظهار حسن صار واضح إن شاء الله زين نجي للإدغام يقول إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف مجموعة في كلمة يرملون وهذه الكلمة جدا مهمة تحفظها يرملون وإن ما لقيت أحد حروف كلمة يرملون بعد النون الساكنة أو التنوين راح يكون الحكم إدغام زيان بس عدي هنا ملاحظة صغيرونة شو تقول للملاحظة؟ تقول كلمة ينمو يعني اليا والنون والميم والواو إدغام بغنة والغنة اللي قلت لكم مساعة لها هو صوت يخرج من الأنف وهو صفة للنون والباء يعني الغنة شنو؟ مثلا من أقول لن ينالوا أو من نشاء هذا هنا شيء يصير يصير عندي إدغام لكن هذا الإدغام يصير بغنة يعني مثلا شاقول من نشاء من نشاء يعني ما أقول من نشاء لا لازم أقول من نشاء هذا صار غنة مقدارها حركتيا هنانا بالرا أو اللام يكون الإدغام بدون غنة يعني ما أجي أقول هنا من ربهم واضح؟ ما أقدر أقول من ربهم فيجي هنانا بدون غنة شلون أقولها؟ من ربهم هذا إدغام بدون غنة من ربهم زيان أيضا هنانا مع التنوين غفور الرحيم ما أجي أقول غفور لا ما بدون غنة أما هنا رحيم ودود شفت هنا سويت غنة مقدارها حركتيا ما مهين غنة سويت حركتيا إذن هنا أنا عندي إدغام على نوعين إدغام بغنة وإدغام بدون غنة حروف الإدغام بالغنة هي ينمو بغنة وحروف الإدغام بدون غنة هي اللام وراء فقط فقط اللام وراء تجيني بدون غنة وقدت لكم مثال عليها لينالوا شوف ما قلت لن ينالوا لا قلت لينالوا وقلت من نشاء شوف وقلت هنا من ربهم ما قلت من ربهم لا من ربهم بدون غنة زيان مع التنوين ماء مهين رحيما ودود شوف هنا رحيما ودود هنا ايضا غفور رحيم بدون غنة وهذا نبغنة اذن وين ما ألقي بعد النون الساكنة والتنوين رح يكون الحكم ادغام وخليني لقالكم احد احد الامثلة من القرآن الكريم شوف هنا انا يقول قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير شوف هنا اكو وين اكو تنوين انا حسراح اقعد هنا ادور اكونون ساكنة لا هنا اكونون ساكنة اي اكو بذنبهم بذنبهم هنا نون بالباء والنون بالباء شنو النون بالباء اقلاب فهنان بذنبهم شوف هنا انا شقلت زيان هذا واحد من الاحكام فسحقا لأصحاب السعير هنا تنوين وهنا لام قلنا التنوين باللام احد الحروف الموجودة بالاضغام اذا هنا انا شا راح اكتب راح اكتب فسحقا لأصحاب ادغام بدون غنة لاللام قلنا اللام والراء بدون غنة لأن جاء بعد التنوين احد حروف الاضغام بدون غنة وهو اللام انتهينا من الاضغام راح تقلي لعدى الاخفاء شنو حروف راح اقل لك اي حرف ما عدا ذني وما عدا الباء وما عدا ذني اخفاء حتى ارايحك من هذا الموضوع اللي هنا 15 حرف فانت تجي ما بعد النون تلقى واحد من ذن الحروف اضغام ينمو بغنة ولا امرأ بدون غنة تلقى واحد من ذني الحروف اللي هو حرف الباء فقط اقلاب تلقى واحد من ذني الحروف همزة وهاء حاء وحاء عين وغين اظهار زين تباوع يابا هايا نون ساكنة وهذا او تنوين وما بعدها لا ذني ولا ذني ولا ذني اذن هو اخفاء انتهى اذا جاء بعد النون الساكنة او التنوين باقي الحروف يعني ما عدا ذني باقي الحروف صاد ذال ثا كاف جيم شين قاف سين دال طا زاي فا تا ضاد ضا فيكون حكمها الاخفاء اللي جمعوها العلماء بجملة شنه هي الجملة الجملة تقول صف ذا ثنى كم جاد شخص قسم دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة هذا البيت الشعري بداية كل حرف من عنده شوفوه اذا واضح ان شاء الله انكم صف ذا ثنى كم جاد شخص قسم دم طيبا زد في تقن ضع ظالمة اي واحد من ذن الحروف اللي يجيني شوف هاي الحروف اللي بالاحمر فهذا راح يكون اخفاء فيكون حكمها الاخفاء مع النون الساكنة يقول فانصب شوف الاخفاء هو شنه عصلا هو شنه تعريف الاخفاء هو النطق بالنون الساكنة والتنوين خالية من التجديد وسطا بين الاظهار والادغام لا هو اظهار لا اقول فانصب ولا اقول فانصب لا يقول بين الاظهار والادغام مع الغنة اذا جاء بعدهما احد حروف الاخفاء الخمسة عشر يعني فانصب يعني مباشرة وين اروح الجنس الحرف الثاني من جاء لا اقول من جاء ولا اقول من جاء لا من جاء وهنا فمن شاء هنا ايضا عملا صالحا جنات تجري شوف اروح الجنس التاء مباشرة بشرا سوية ما اقول بشرا سوية ولا اقول بشرا سوية لا بشرا سوية اذا اصدقائي مفتصر مفيد مفتصر مفيد لكل الكلام الاظهار وينما القهمز وها حاء وخاء عين وغين انزل الكلمة واكتب لاظهار ولانه تلت تنوين او النون الساكنة حرف وهو احد حروف الاظهار زين يجين با ويجين العف Elite يجيني با بعد النون الساكنة مباشرة اكتب لانه تلت التنوين او النون الساكنة حرف البا وهو احد حروف الوقل يجيني الادغام عشوف شنو beef النون الساكنة ياء راء ميم لام واو نون كلمة يرملون إذا أجتني اليا والنون والميم والواو عفوين أكتب لإدغام بغنة وخلي إلى السبب لأنه تلت تنوين أو النون الساكنة حرف وأذكر للحرف وهو أحد حروف الإدغام وإذا أجتني اللام والرا فأقول له لأنه تلت تنوين أو النون الساكنة حرف لام أو راء وهو أحد حروف الإدغام وأكتب لإدغام بدون غنة وإذا ينمو أكتب لإدغام بغنة نسيا الإخفاء إذا أجاني أحد الحروف ما عدا ذن الحروف شوف أنت ذن الـ 15 حرف لا تحفظهن احفظ هذا وحفظ هذا وحفظ هذا هذا الباء منتهين منه همزة وها حاء وخاء عين وغين إغهار وهذا الني يرملون ينمو بغنة ولا مراء بدون غنة ما عداهن شي يجيك اكتب اخفاء ما عداهن شن اللي يجيك بعد النون اكتب اخفاء بس شرط مهم جدا إذا أجتنا هذا النون وإذا أجتنا هذا النون وإذا أجتنا هذا النون لا تجي تكتب لإظهار وإقلاب وإدغام وخفاء هذي نون محركة هذي نون محركة هذي النون الساكنة هذي النون الساكنة أو عليها قلت لك رأس الحاء هذي اللي تنطبق عليها الأحكام مو تجيب لي نون مضمومة أو نون مكسورة أو نون مفتوحة وتقل لي إدغام قم علي تشرخك بصفر أركز نون ساكنة وتنوين وإن ما أجتني أشوف شن اللي بعدها ما العلاقة بيها ما باوع عليها أشوف اللي بعدها شنو همزوها حاءوخا عينوغين ظهار باء إقلاب يرملون إدغام باقي الحروف اخفاء وانتهى أحفظ الحروف وأحفظ الباء وأحفظ هذه الحروف ما عداها اخفاء إن شاء الله تكون وصلت المعلومة وأي شي تحتاجون بخصوص أحكام النون الساكنة أو بخصوص أي موضوع للصف السادس الإعدادي اللي أقدر عليه واللي أعرف له إن شاء الله أكونوا بخدمتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته